نحو 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب الأوسكوا التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة في البلاد لتتجاوز 70% لكن ما هي الفئات المشمولة بالإحصائيات وفي ظل انتشار البطالة لماذا نلاحظ عمالة الأطفال هذه الأسئلة وغيرها نتابعها لكن بعد الفاصل أيدي عاملة بدون عمل وعائلات يزيد معدل إنفاقها الشهري عن 150 ألف ليرة سورية شهريا بعد أن فقدت الليرة 90% من قيمتها هذه الأسباب أدت إلى تضاعف عدد الفقراء في سوريا ثلاث مرات فحسب تقارير الأمم المتحدة 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى 70% وفق تقارير صادرة عن مركز مداد التابع للنظام وطالت البطالة المدنيين في المناطق المحررة حيث تجمع عدد كبير من النازحين والمهجرين قصريا ففي إدلب بلغ عدد المهجرين أكثر من 700 ألف مهجر معظمهم عاطلون عن العمل البطالة اليوم بصلت إلى مرحلة خطيرة بزياد نسبتها يستبلغ حاليا أكثر من 50% من الأهالي والسكان وخاصة أخوتنا النازحين تتجاوز ممكن تتجاوز 70 أو 80% غياب المشاريع التنموية والصغيرة فقم أزمة البطالة في المناطق المحررة نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية فهل ستشهد إدلب بعد اتفاق سوتي مشاريع تنموية على الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في البداية نرحب بضيفنا عضو نقابة الاقتصاديين الأحرار السيد محمد موسى أهلا بك سيد محمد بداية كيف تعلق على الإحصائية للأمم المتحدة؟ الإحصائية نسبة هي واقعية صراحة هناك نسبة كبيرة من الفقر تتجاوز 80% هناك نسبة من المطالع غير لا يمكن أن هناك دراسة تعطي المعطيات الحقيقية عرض الواقع ولكن تتجاوز أيضا 70% كما جاء في الإحصائية نعم لاحظنا أن الإحصائية هي شملت سوريا ككل ولكن ماذا عن المناطق المحررة؟ المناطق المحررة يعني غير يوجد إحصائية رسمية لها ولا يوجد إحصائية سابتة لأن المنطقة ليست مستقرة لأخذ إحصائية من الواقع أو إحصائية رسمية يمكن إعتماد عليه المنطقة في تغير مستمر هناك كما شاهدنا في الأشهر الماضية تهجير من ريف درعا تهجير من ريف حمص الشمالي تهجير من الغوطة إلى المناطق الشمالية في ألباب أو في إدلب لذلك المنطقة دائما يوجد وفيدون جدد إليها يوجد تغير في التركيب السكانية بها ويوجد أيضا المعارك ما زالت بعض الاشتباكات كما من حوالي أسبوعين الماضيات توقفت بعض القصف والاشتباكات لذلك شاهدنا في بداية الحملة الروسية والحديث عن معركة إدلب شاهدنا أكثر من تهجير من ريف حماء الشمالي وريف إدلب الجنوبي أكثر من مئة ألف نازح توجهوا إلى حدود التركية السورية لذلك لا يوجد إحصائية ثابتة في المنطقة المحرى لأن المنطقة غير مشكلة هل هناك إحصائيات تقريبية؟ هل هناك مراكز دراسات تقوم بتقديم مسوحات ما؟ صراحة لا يوجد دراسات أو أبحاث بهذا الصدد ولكن نحن منذ إنشاء النقابة لنتحدث عن نقابة كون على دراية فيها قمنا ببعض الدراسات والأحصائت ولكن كما قلت لا يوجد فعلا الدراسة السابتة لأن المنطقة في تغير مستمر ولكن الإحصائية نعم هناك تتجاوز لدينا بعض حسب النظرة العامة تتجاوز البطالة السبعين بالمئة تتجاوز خط الفقر في المنطق المحررة تتجاوز الخمسة وثمينين بالمئة أو تسعين بالمئة تصل إلى حوالي تسعين بالمئة لأن الأغلب الناس في المنطقة أنهكتهم الحرب أن نسبة كبيرة منهم حوالي النصف وهم من المهجريين لا يملكون أتوا في لباسهم يعني حتى سبع سنوات كانت كفيلة بقضم كل ممتلكات كل مدخراتهم نعم سيد محمد عادة في مثل هكذا دراسات كيف تكون كيف تتم هذه الدراسات ما هي الفئات العمرية التي تشمل حتى نقول أن هذا هو عاطل عن العمل أم لا الفئات العمرية دائما بالنسبة للأمم المتحدة تشمل ما بين السن السمين عشر إلى السن حوالي الأربعين أو الخمسين سنة وتمسح على منطقة معينة ومجموعة من سكان أو على مدينة من المدن نعم تأخذ هذه النسبة وثم تعمم إذا كان الوضع المشابه لباقي المدن هل يتم إحصاء العمالة الموسمية كما يقال عنها؟ لا هناك بطالة كما قلنا بالنسبة لخط الفقر تحسب العمالة الموسمية لأنه يأخذ في الاعتبار ولكن في معدل البطالة هناك كما في الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة هناك تقرير ربع سنوي يظهر عن البطالة في نسبة البطالة وفي الربع سنوي يأخذ العمالة الموسمية ولكن في السنوي لا تأخذ نعم هناك أسباب كثيرة للبطالة ولكن هناك من يقول أن ليست الحرب وحدها هي من جعلت هذه البطالة متفشية في المجتمع السوري الآن هناك من يقول أن المنظمات الإغاثية هي من عودت الناس على الكسل كمانا صراحة للمنظمات الأجنبية بالذات لها أصبع كبير في هذا الجانب ونحن للأسف لم نسفت من تجارب سابقة إن كان في غزة أو إن كان في البوسنة أو إن كان في أغفانستان عن عمل المنظمات الأجنبية في هذا الصدد لأنها تعتمد المنظمات الأجنبية على مسك مفاصل الحياة في المناطق النزاع لتشكل ورقة ضغط على السكان في هذا الجانب يعني عندما ننظر في المناطق المحرة المنظمات مسائطرة بشكل كامل على قطاع الصحي على قطاع التعليم على قطاع الخدمات إن كان من الخدمات الصحية وخدمات المعيشية للناس من كهرباء وماء إذلك هي في أي لحظة ممكن الداعمين لهذه المنظمات أن يوقف ودعم وتشكل ورقة ضغط وتشل الحياة في هذه المناطق وتشكل ورقة ضغط على السكان وإجبارهم على القبول في أي ظرف ورأينا ذلك في الأمثلة عندما توقف على ما أعتقد في العام 2010 توقف الدعم على مدارس الأنروا في غزة وتوقف عن التعليم أكثر من مليون وصف فلسطيني وشكل ورقة ضغط جدء كبير على إن كان على السلطة فلسطينية أو على حركة حماس في قطاع غزة يعني اعتمدت حتى الكثير من المنظمات على مبدأ الإغاثة الإغاثة بدلا من الاستثمار وإقامة مشاريع وتنمية تنموية نعم نحن كما تذكرت أنت ليست الحرب فقط هي السبب في البطالة يعني نحن كما إذا شهدنا بعض الأمثلة إن كان في ألمانيا عندما بعد الحرب العالمية الثانية أو إن كان في سانجافورة أو كان في ماليزا أهم الأمر هو إدارة الموارد للمنطقة إذا كان هناك إدارة الموارد وتوظيف للموارد في المنطقة التي مستهدفة يمكن التخفيف طبعا الحرب لها تأثير كبير ولكن يمكن التخفيف من الأضرار الناجمة عن هذا الأمر وأيضا كما إذا انتقلنا إلى المنظمات الإغاثية بالذات التي تعمل على الإغاثة نعم هناك كرست مفهوم للمجتمع بأنه ممكن هو أن بعض الناس التي ليس لها دراية أو وعي الكافي في هذا الجانب كرست لهم مفهوم الخمول وعدم العمل وعدم البحث حتى أو التفكير في العمل أو التفكير في مجال الدخل لهم أو النظرة المستقبلية لحياته أو لمستقبلها أو لمستقبل عائلته ذلك فعلا المنظمة الإغاثية كرست الأمر في تأمين الاحتياجات ولكن لابد أيضا ننظر لابد من وجود المنظمة الإغاثية ولكن دورها في الحالات المستعجلة في الحالات كما شاهدنا في عملية النزوح نعم مطلوبة العملية الإغاثية ولكن عندما تتوقف أو تحل هذه المشكلة المعضلة يجب الانتقال إلى دراسة هذه الكادر أو إن كان في مخيم أو مدينة دراسة القدرات الشابة الموجودة في هذه المدينة دراسة المشاريع التي يستفاد منها أو التي يمكن إقامتها في هذه المنطقة وتوظيف مشاريع تنموية دائمة ومستدامة لهذه المنطقة لكي لا تبقى عالي على المنظمات أو على المجتمع الدولي نعم سيد محمد غياب الضمانات الاجتماعية كراتب تقاعدي أو أشياء مثل ذلك ألا يكرس ذلك من البطالة في المناطق المحررة طبعا لا شك في هذا لذلك ونحن نشاهد هذا في الأمر عدم وجود ضمان اجتماعية وجود أو كذا تفشي عماد الأطفال يؤدي لذلك عماد الأطفال لأنه لا يوجد معيل إن كان رب الأسرة مستشهد مستشهد في أحد المعارك أو في القصف أو في أي ناحية أو معتقل أو أنه مصاب إلى صابع لعاقة دائمة له فيؤدي الأطفال إلى العمل وتفشي أيضا على عمل الأطفال في المنطقة لذلك عدم وجود ضمان اجتماعي وعدم وجود ضمان اجتماعي بصراحة هو ناتج عن عدم وجود مؤسسات مؤسسات لها سقة دولية لها سقة هذه تحتاج ربما إلى حكومات حكومات مؤسسات موجودة لها أحصائيات رسمية لها أحصائيات سابتة وبدلائل موجودة لديها بأنه ولديها موارد موارد سابتة لديها سقة من المجتمع الدولي لها داعم لها أي إن كان في هذا الصدد تعمل على الضمان المستقبلي لهذا ويوجد في هذا الجانب أمثلة أخرى في دول أخرى شهادة الصراعات هناك مؤسسات دولية لا يوجد مؤسسات حكومية للبلد أو كذا هناك مؤسسات دولية تكفل في هذا الجانب ولكن نحن خلال السنوات بصراحة السبعة الماضية كان يوجد عبر الفصائل المقاتلة كانت تقوم في الضمان المجتمعي للأسر القتلة لديها ولكن هذا كان يتعدى أشهر ثم يتم أم أندسر الفصيل أو انتهى عمله أو انتهى منطقة تواجده لذلك يتوجب وجود فعلا إدارة أما أموية أو وجود مؤسسة حكومية إن كان لحكومة مؤقتة سيد محمد تسمح لي أن أخذ الآن فاصل ثم نتابع الحوار مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم أنا أعود أرجو أن تبقوا معنا نتمنى لهذا البلد الأمان واطمأنينة لحتى نخفف من حدة البطالة إنه يصير هون مشروع عمار ويستثمر المشروع رجل أعمال وتشتغلها الناس كلها العالم تطلع بكل المناطق تشتغل تعيش فأحنا هالشياء جاء حيقول لك فلا أنا أنا بعد عشر تيام ودي أشتغل شغل أزرع زرعة هالزرعة يجوز أنا اليوم هي انتج الطيارة مثلا نطلع ونسيبها أنا بيكون متدين منك مصاري مين تجيبهم تلاحقني يصير مشاكل هذا الشيء لأحنا يودنا الهدوء استقرار الوضع هون واستقرار الأمن يعني شأن العالم أنه ما صارف من فوقت الجيش أو ضرب أو كذا هون أنا بقى بصير هلأ المو مصراد أو كذا خايف ما أنه يبلش عمار ويرجع الوضع يخرب إذا استقرار الوضع العالم كلها بتشتغل إذا ما صار فيه أمن إنه صار فيه صغر إنه الجيش ما عادي يدخل لهون بسيه في شغل بسيه فرص عمر كذا بسيه بيجي مشاريع من برة المعامل اللي كانت واقفة بترجع تشتغل معامل حلب معامل على البريف حلب الغربة والجنوبة بترجع تشتغل معامل سير العامة سير ناس تشتغل أنا اللي كانت شاب معامل برجع عشغله بتصير العالم كلها تعمل سيت أول شيء واس الأموال التجان كبيرة كلها تفشت من سوريا عدركيا أقرب بلد أخبر مصراء وأخبر معامل يبقى بتحفي تركيا تكرار عالم دوشغل فلانية مقراتيب مضبوط ما فيه كلها تشتغلون الأشعابيين مع جلواتيب يرسمونا بالأشعاب لأننا ملاحظونا ما فيه راتيب بالنسبة للبطالي البطالي كثير وبما أنه نحن يعتبر محاصرين وما فيه مجال يعني لتفك الأزمي إلا بحال إذا مثلا الطرقات فتحة صدرنا صدرنا نصدر البطعة لعنا هايك ممكن يعني صير شوية حركة والأمور تتحل حال بالنسبة للبطالي للبطالي لازم يوجد لحل صاحبين الأموال صاحبين الرأس المال حلي معه يساعد زميله ويوجده شركي أو طريق للعمل منشان صاحب الباطلين على العمل يصلوا مجال يشتغلوا فرص عمل للشغل للناس يفتعوا مشاريع يجب فرضا لجيين فرضا يأمن الشغل للعالم البركي والله العالم كلها شان شاطئت كذا أشو أحب تشتغل أشو أحب تشغل يعني أنه فرص عملي العالم تفتح مشاريع تشتغل أمور من الأمكاني هاي نسبة البطالي ما في حل إذا ما صار استقرار وضع البلد العالم كلها بستنى اجتماعها تشيب مشلون أشو بيصير للبلد النظام والروس بديو الروس المجرم بديو يجو على هذا البلد يضربه في البلد إذا ما صار استقرار لتركية أو لأي جهة مثلا ما بيصير شغل في البلد رؤوس الأموال كله نايم مع مصراته وما أحد عبي حسين بيسجر بيفتح مشروع هون ووضع البلد ما في استقرار أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام سيد محمد كما تبعنا في الاستطلاع يعني عن أسباب البطالة وكيف يمكن حل هذه المشكلة رأينا أن الناس يعني يقولون ويعزون الموضوع للحرب وعدم الاستقرار كيف تعلق؟ نعم الاستقرار والأمان هو أمر ضروري لأي نشوء لأي اقتصاد أو جذب أي إسمار أو بين أي أحد يديه مدخرات يمكن توظيفها في هذا الجانب لا يجب أن يوجد يعني معدل الأدنى من الأمان والحماية له إن كان أو لمشاته أو لعمله وسوف يقوم به فيعني نحن لدينا أمر مهم في المنطقة في المنطقة المحرة وهو عدم وجود الأمان الكافي بصراحة يوجد وعدم وجود أيضا إدارة للمنطقة بشكل عام نحن كما نعلم هناك يعني عدة إدارات لكل منطقة ويوجد أيضا عدم وجود يعني عدم وجود البنية التحتية أيضا هذا أيضا لا يعمل على جذب استثمارات عدم وجود عدم وجود المنافذ أو الأسواق للتصدير أيضا هذا يؤدي لعدم وجود جذب الاستثمارات لذلك السوق المحلي لا يكفي أو لا يعني لا يستوعب الجذب استثمارات إن لا يجد هناك أسواق لتصدير لا يجد هناك أمان على الأموال لا يجد هناك بصراحة عملية مالية مرتبطة في الدول العالم أيضا للاستيراد وتصدير كل ذلك عامل أساسي ولكن العامل المهم والأساسي في البداية هو عدم وجود الأمان في المنطقة لأي جذب أي استثمار كما نعلمون كما يقال جبان نعم هذا مقول أساسي لديه أيضا وهذا بصراحة أيضا كثير من رؤوس الأموال لا يهمها أيضا من يسيطر على المنطقة بعض رؤوس الأموال طبعا لا نقول الجميع لكلا نظم أحد يعني لا يهمها من يسيطر على المنطقة المهم عنده أن عمله يسير بشكل منتظم أن إرادته تصل بشكل طبيعي لذلك يجب توفير الأمان يجب بعض المجلس محلي يجب لدها دور في بيان كل مجلس محلي بيان منطقته ما تتمتع بها من مقومات لأي عمل يعني إمكان زراعي أو في المجال السروع الحيوانية أو في مجال الصناعات الخفيفة يجب لكل مجلس محلي أن يصدر فعلا بالاتفاق مع بعض المؤسسات الاقتصادية دراسات تبين ما هو الإمكانيات والمتاحة في المنطقة التابعة لها أو التي يديرها نعم مناطق درع الفرات وغصن الزيتون تعتبر الأكثر استقرارا من بين المناطق المحررة كيف انعكس ذلك على الوضع بصراحة طبعا هناك منذ عملية درع الفرات إلى الآن وغصن الزيتون هناك تقدم في ملحوظ في الوضع العمل والمعيش في المنطقة وخصوصا كان كما نعلم أن كان الوحدات الكردية تفصل بين أدلب ومنطقة درع الفرات وكان هناك أتوات تضاف على أي عملية نقل بين الطرفين فلذلك عملية وفرت سوق جديد للمنطقة وفرت أيدي عامل وفرت مجال للترابط بين المنطقتين ووفرت أيضا بعض الفرص الجديدة للسكان أيضا وفرت الأمان لا نقول نسبة كبيرة في صراحة الأمان لأن هناك بعض المشاكل الأمنية الموجودة لبعض الرؤوس الأموال وفرت ولكن وفرت الأمان هناك دراسات للحكومة التركية تقوم في بعض المدن الصناعية إن كان في الباب أو منطقة الراعي وتوفير الخدمات الأساسية لأي عمل تجاري أو صناعي يحتاج إلى مقاومات تؤمن الحكومة التركية أيضا الآن خط الكهرباء وإن كان من ناحية الإنترنت وإن كان من ناحية المياه البناء الأساسية ومنها أيضا الطرق أي حيوية للتربط المناطق التي تشبكها في طرق سريعة وأيضا هناك أهم عامل وهو وجود المنافذ الحدودية مع التركية التي ممكن منها استيراد وممكن منها إجلب أي منستلزمات ومن ثم نحن فقط في النقابة أو في عدد بنود نطلب دائما ندعو صراحة ندعو الحكومة التركية والمسؤولين في الحكومة التركية لإيجاد آلية لعمل التصدير من المناطق المحررة عبر تركيا إن كان من الموانئ البحرية أو إن كان عبر الطرق البرية التي تستخدم تركيا يوجد بعض المضائع تصدر إلى أوروبا هي فقط بشكل ضئيل لا توجد بصراحة هناك نحن فعلا نعاني من هذا الأمر لإيجاد فعلا فرص استثمارية كبيرة في المناطق المحررة وإيجاد فرص يعني رؤوس أموال ضخمة تدخل إلى المنطقة نحتاج إلى عملية تصدير تلك البضائع التي سوف تصنع أو التي سوف تقام في المنطقة نحتاج إلى وجود صراحة اتفاق جديد مع حكومة تركية للسماح في التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية تحديداً حول رؤوس الأموال السورية التي هربت من الواقع الأمني كيف يمكن إعادتها إلى المناطق المحررة ويعني هل الاتفاق في إدلب قد يعيد جزء من هذه الرؤوس الأموال صراحة يعيد جزء ولكن جزء بسيط أو ضئيل للمنطقة لأنه سوف يعود فقط سكان المنطقة يعني لن يأتي ابن دمشق لكي يستثمر إذا كان هو في تركيا أو في أوروبا لكي يعود يستثمر في إدلب سوف يعود فقط سكان المنطقة التي هم سكانها ولديهم عقارات يوجد سوف يعود لتلك المنطقة ولكن لكي نحفز الجميع المستثمرين السوريين أو حتى الأجانب يمكن أن نعمل في هذا الجانب للإستثمار في منطقة يجب توفير فرص الأمان لديهم في الدخول للمشاتم والخروج منها يجب توفير فرص الأمان لعدم تعرضهم لأي طارق نحن نعلم هناك عملية خطف موجودة لحد الآن وخصوصا في إدلب موجودة بأكثر هناك عمليات سطو عبر الطرقات هناك أيضا يجب إزالة جميع الحواجز التي تأخذ أتاوات من القوافل التي تمر يعني للبضائع التي تمر إن كان في عبر المنطقة المحررة أو التي تأتي من التركية إلى أي تاجر في الداخل أو التي تصدر حتى إلى هناك معابر تجارية مهمة مع النظام السوري أو حتى مع المنطقة الوحدات الكردية في المنطقة قصر فيجب يعني أو بداية إزالة هذه الحواجز ويوجد إدارة مدنية لإدارة الأمور التجارية عدم تدخل الفصائل العسكرية إلا في عندما يطلب منها في هذا الجانب حمايتها للطرق التجارية في هذا الأمر مهم وضروري أيضا لعدم وجود أي عصابات يعني عبر الطرق أو حتى وجود حفظ الأمان في المنطقة الصناعية إن شاء الله قامت تلك المنطقة الصناعية وحفظ أيضا المحال التجارية والاستثمارات التي تقوم داخل كل مدينة نعم قلت أن الأهالي في إدلب قد يعودون إليها الذين هجروا منها وهم على الأغلب يعني مدينة إدلب هي خضراء وهي تنتج المحاصيل الزراعية هل يمكن الاعتماد على هذه المحاصيل الزراعية للاكتفاء الذاتي وحتى التصدير طبعا يعني يعني إن كان في منطقة درعشرات أو حتى في منطقة غصن الزيتون أو حتى في إدلب يعني كلها منطق زراعية مهمة وتعد من الترب الخصبة في المنطقة نحن يعني طبعا تؤدي إلى اكتفاء الذاتي إن كان منها المسلزمات الأساسية وممكن حتى منها إن كان استثمارات بشكل جيد ممكن حتى منها التصدير إلى أي إن كان إلى مناطق إلى تركيا أو إلى عبر تركيا أو إلى حتى إلى مناطق النظام واستفات السكان من هذا الجانب لأنه فعلا هناك يعني المنطقة تستوعب المشاريع الزراعية كبيرة وتستوعب أيضا سروح حيوانية كبيرة لأن الأمر مضطرابط بين الزراعة والسروح حيوانية فممكن الاكتفاء الذاتي في هذا الجانب في الإن كان في السروح حيوانية والزراعية وممكن أنها تصدير أيضا عفوا ولكن الوقت يداهمنا أريد أن أستفسر منك لماذا تنتشر عمالة الأطفال في المناطق المحررة بالرغم من وجود بطالة وجود الأعمال الأطفال هي عمر طبيعي يعني وجود الحرب وعدم وجود كما تحدثنا في السابق وجود ضمانات لأهالي الأسر التي فقدت زويها إن كان أغلبهم فقدوا معيلهم إن كان الأب أو الأخ أو المعيل لديهم فأمر طبيعي أنت لا تطلب من الطفل أن يجلس في المنزل ولا تقدم له شيء فيجب أمر طبيعي جدا أن يعمل الطفل لتأمين لقمة العيش وكما تحدثنا هناك تسبب فقر كبيرة وهذا أمر طبيعي وحتى بسبب العرض الكبير في العمل هناك الأجور هي متدنية فلذلك لا يكفي أن يعمل فرد أو فردان في الأسرة لإعالتها أشكرك جزيل الشكر السيد محمد عضو نقابة الاقتصاديين كنت معنا شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة